المسؤولين في الناجل الاهلي بيوصلوا الاتفاق محترم جدا مع ادارة النجم الساحلي بخصوص الغرامة بتاعد كوليبالي كلنا عارفين ان الناجل الاهلي واخد غرامة على كوليبالي الهارب بمليون وربعمية الف دولار بمليون وربعمية الف دولار تمام لا ده الاهلي بيش احنا ده الاهلي ده لو اى جي فبيضع ربنا بيقول يا ربه بتاع يعنى هو عايز المليون وربعمية الف دولار لا يا حبيبي ده النادي الاهلي يا باب مش احنا ما ما فيش ولا مليون وربعمية الف دولار ولا حتى الف دولار الحمد لله المؤمن خلونا لوقتي فين في المليون وربعمية بعد الغرامات اللي هم ال 15% اللي اتطبقوا بنتيجة التأخير وبتاعهم مش عارف ايه الغرامة وصلت لمليون وتسعينة الف العلي فيه جلسة جامعة ما بين الكابتر محمود الخطيب من شهر كده والجماعة بتوع النجم الصحيلي اتفقوا مع بعض ان هم يجدولوا الفلوس دي فالجدولة دي الجد كالتالي 500 الف دولار اللي هم نص مليون دولار يدفعوا في يناير اللي جاي واللي يتبقى اللي هم هيبقوا المليون وربعمائة الف دولار يدفعوا على تلت اقصات يخلصوا في 2023 يعني على مدار السنة اللي ايه اللي جاي اللي هم المليون واليه وال الرابعمية اللي هم يبقى تقريبا في حزبة الربعمية وتمانين وربعمية وربعمية خمسة وتمانين الف دولار للقصة يعني تقريبا يعني على مدار الثلاث شهور السنة اللي جاية كان بحيث لقال يكون ايه خلص خلاص الايه الليلة دي الولد احمد رفعت ما شاء الله عليه ما تكسر الدنيا مع المنتخب مصر احمد رفعت لعب امبي ولعب الزمالك السابق ولعب الاتحاد لعب هايل جدا محترم جدا نزل المقشوات اللي فاتت ديت كلها وادر بصراحة ان هو يعمل الفرق بشكل ايه بشكل كبير اه زي ما انا قلت لكم ان السقور قاعدين في الاهلي محدش فيهم بيفوت يعني فردة شنكار العين بيتقلق مع منتخب مصر بتبتدي العين علي على طول بس احمد رفعت بره حسابات الاهلي احمد رفعت بره حسابات الاهلي فيما يخص الايه التعاقط لان فيه بعض الاخبار انت عافين لوكة لو يبقى عاوز يعلي سعر يلعيبه يدخل الاهلي في جملة مفيدة ان هو عاوز يشتهيه يخلي القنديا ببص عليه يخدشه في منافسة السعر يعلق شغل سوء انما احمد ياسين هو بقى اللي جوه الحسابات هو اللي جوه الحسابات وهو اللي عامل مشكلة ما بين لجنة التخطيط وما بين موسيماني ليه موسيماني قال لك انا عاوز اللعيب عايزة دعم به الحتة دية في الاهلي لجنة التخطيط قالت له لعب باللي عندك واشتغل باللي عندك انت عندك مجموعة لعيبة كويسة قوي وعندك مجموعة لعيبة محترمة قوي عندك بدر بنون وعندك ايمان اشرف وعندك ياسر ابراهيم وعندك رامي ربيعة قال لك مش مقتنع بيهم مش مقتنع بيهم يعني حطتهم ليه برضو الاهلي ما بيتبعش سياسة تلبية احتياجات المدير الفني وانت تجيب له لبن العصفوة زي كده الفترة بتاع الجزيل ما كان ادارة الاهلي بتعمل كده مع الجزيل جزيل لو كان طلب لبن العصفوة كان عجل القيع بيجيبه له المهندس عجل القيع بيجيبه له ربنا يدي له الصحة كان لمم له نجوم مصر كلهم افتكروا كده الفترة دي كان منوي الجزيل اي لعيب يعمل اوفر حلو في الدور الممتاز كان السنة اللي بعدها يروح الاهلي على طول فيه اللي بيتقلقوا فاكرين ريدا لويشي راح والولا هاني العجيزي راح وموفقش العيبة كتيرة جدا يعني اب حبيد حسن راح العيبة كتيرة جدا راحوا لأيام جزيل ولم يكتب لهم التوفيق ادارة الاهلي الحالية ما بتتبعش الحقيقة السياسة دي واجل بيقعد يطلب 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 وهم بيلبولوا الاحتياجات اللي هم شايفين من وجهة نظارهم عمر سماكة ان الاحتياجات دا هي تلك اللي تنفع الاهلي ولذلك دي النقطة الخلافية اللي موجودة دلوقتي ما بين مسيماني وما بين لجنة التخطيط بقادة محسن صالح في النادي الاهلي انه بيطلب احمد ياسيني يبقى موجود ويه ناجل الاهلي بيقول له عندك احتياجاتك الايه الكفاية صلوا على رسول الله ويزيدوا النبي صلاة دلوقتي انت عندك تأكد غياب ايمن اشرف وحمد فاتحي وحجازي عن مطش تونس والناس هناك بتحاول بتحاول انه هم يخلوا الشناوي يلحق الايه المطش دا طبعا تلات غيابات مؤسرة جدا لمنتخد نصف ماشي نتيجة ايه نتيجة الاجهاد طبعا انا قلت يا منذر اغل الشناوي خلاص حلو هنا بقى خلاص دا منتخب مصر دا قال له قصته بقى حددته حكايته كيروش بتاع مش عاف ايه انما هنا بقى على مستوى فرقة الاهلي اللي هي هتلعب السوبر الافريقي مع الرجاء ماشي عنده ايمن اشرف اجهد الشناوي حمدي فاتح تأكد خلاص بملادع مجانا للشك غياب متولي عنده شد في الامامية طهر محمد طهر كادمة صلاح محسن شكرا الله وسعياكم احتمال عبدالقادة اجهاد في الضمة ايه دا طب ما كده برضو لا انت كده عندك مشكلة ومشكلة كبيرة قوم ايه قوم سيد عبدالحفيظ يطلع بمهامه ويقوم بالاتصال بعلي معلول واق الجمعة بيحذر علي معلول بيقوله اوعى تشترك وانت مش سليم مية في المية يا اما انت عارف لان علي معلول انت عارفين طبعا انه متعور ومتعور من هنا من الماتش اللي الاهلي جاب فيه الجول في الدقيقة اه 298 من الشرط التاني كان ماتش ايه فكروني المحلة ولا كان ماتش ايه اللي هو كان متعادل فيه ولا وكسب كسب بالفاول الاخير بتاع اه علي معلول كان شاية الفاول دوت وهو اه متعور في العضلة الضمة حد يفكرني يا جماعة كان ماتش ايه الاهلي كسب فيه المحلة اه في الديام 2895 من الشرط التاني من الوقت بدل الضحة اه فمن ساعته هو طبعا ايه اه راجل ماتعور كلمه ايه الجمعة بقى قال له ايه قال له صلى عن نابع موائل سيبك بقى من قصة ان احنا ولاد نادي واحد وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله انا النهاردة بتكلم معاك انت راجل المدير الاداري بتاع منتخب مصر وانا راجل او المدير الكورة او مدير الجهاز مدير المنتخب بتاع منتخب مصر وانا راجل مدير الكورة بتاع النادي الاهلي والمفروض بقى كده ان احنا ايه بنحط ايدنا في ايدين بعضينا علشان الاتنين ينجحوا يعني سواء منتخب مصر ينجح او النادي الاهلي ينجح فانا النهاردة عام وائل ما بقعدش ادقى ولا حقق معاك في قصة الاستدعاءات بتاعت العيبة النادي الاهلي للمنتخب ويه بنود اللعيبة وكله تمام التمامة بقى وشين اراتوا متواصلين معاكوا واي حاجة انت تطلبوها وتقارير والاجهزة الفنية الاجهزة الطبية على لينك على طول مع بعض ابو عابلة وراجل مدير يعني الدنيا حلوة يعني فهم بفضلك لو سمحتوا النبي عشان قطرة بقول اللعيبة بتوعنا انا شايف وبكلمهم وبيقول ده اللي عنده اجهاد وده اللي عنده شد وده مش عايف ايه عندك السولية هو لعب ثلاث مقشاط ولا بعض مكسر الدنيا واجهاد باين عليه عندك حمد فتحي نفس الكلام لعب المقشاط كلها والاجهاد باين عليه عندك الشناوي نفس الكلام يا جماعة احنا بنهزر يا جماعة يا جماعة اللي مش واخد بالو ان احنا بنهزر احنا بنهزر يعني احنا بنهزر يعني حتة فاني كده حتة فاني خلوا فيه روح الدعابة والفكاهة عندكم قفشين ليه انت قفش ليه فك ما لك قفش ليه فك كده خش اخسل ايدك بشوقت ما سخنا هتفك على طم التالج والقفش اللي انت فيه ايه ام ايه بنهزر بنهزر جول جاي اه جول جاي في الجيه كام الفين تونمية تسعة وتسعين من شط التين بنهزر بنضحك مش يعني خليك لزيز كده خليك لزوز يعني خليك فاني خليك خفيف كده فكهة شوية فكهة فكهة شوية طب متنشل ليه قوي كده ها متنشلش حبيبي فك فك كده فك يا بابا فك يا بابا فك 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 خالص وخليك مش بكلام مش بكلام الاهلي خدتو سعومية بطولة في الوقت بدل الضعش بكلام يا حبيبي قبل ما انا تولد الاهلي بيكسب في الوقت ده وبعد ما انا موت الاهلي هيكسب برضه في الوقت ده حقن يا حبيب تتاخد حقن يا بابا العيد بيخش بياخد الحقنة اللي هي بتاعة البلاس تسعين سألت انا ماشي؟ ماشي اوكي اوكي يا سيدي متشكرين الله يكرمك ويكرم اصلا اوكي خلاص يعني فوق كده وخليك لزوز نرجع ليه الاخ سيد عبد الحفيز والاخ واقل الجمعة كابتن سيد عبد الحفيز بيكلم الكابتن واقل جمعة علشان يأكد عليه ان اللعيبة بتاعة النادي الاهلي يخلي باله انه منفضله لو سمحت يقول للاخ كيوش ما تلعبش اللعيبة وهي مجهدة اللعيب لو مسليم بنسبة مية في المية ما يلعبش ليه؟ علشان ما يتعوهش فمنتخبه يخسره والنادي الاهلي اللي عنده بطولة مهمة يخسره ماشي؟ ده الايه؟ ده الموضوع دي الحدوتة دي القصة طبعا واقل الجمعة هياخد رسالة هيوصلها لكيوش وفي الاول وفي الاخر كيوش هو صاحب القرار هو المدير الفني وزي ما انتو شايفين كده الراجل صوته من دماغه صوته منين؟ من دماغه بيبتدي المرش بشكل بعد كده الدنيا بتتعاك منه ويروح لاجه على الشروط التاني مزبط الدنيا منتخبه مش كويس فاش مشكلة خالص تمام